على أما روح لسيادة النائب وأقول له هتعملوا إيه فندم كمجلس شيوخ؟ الحقيقة المجلسين يمكن بعد الأزمة الأخيرة دي بدأ يبقى فيه تحرك وعدد من نواب قدموا أدوات برلمانية منها بيانات عجلة وطلبات أحاطة حال حضرتك مع فكرة بشمهندس أحمد في أنه إحنا نطالب البنك المركزي على أنه يبقى عندنا عملة رقمية أنت مع الفكرة وأنت متخصص في هذا الشأن معلوماتي لو مش مخطئ أن بالفعل بنك المركزي من فترة بيدرس موضوع أن يكون فيه عملة رقمية مصرية لأنه ده جزء من المستقبل ده جزء من المستقبل والده مهم رغم كل البلوي السوداني مليون في المية دول كتيرة بدأت تدرس ده دول كتيرة بدأت تتطبق ده بالفعل وما أعتقدش مصر بعيدة عن ده تقنيا أو تنظميا نحتاج أن يكون فيه قانون بس بينظم ده والبنك المركزي فعلا بيدرس وبالزبط وجود عملة مشفرة مصرية يتم تداول فيها داخليا ويكون فيه قانون بينظم التعامل عليها طبعا بليون في المية هتعمل وإيه؟ زي ما قلت حديك فيه عدد من الأدوات البرلمانية منها بيانات عجلة وطلبات أحاطة بدأت تقدمها لسيد وزير الاتصالات بشأن ضبط الإجراءات الخاصة بالترخيص والرقابة على الشركات اللي بتستثمر خاصة اللي بيزد على أو هي بتبقى مبنية على التكنولوجيا لأنه كتير من الناس ما تقدرش تفرق ما بين ما هو صحيح وما هو نصب واحتيال وها كذا صحيح والحاجة التانية هي كنت نظري ودي الأهم والأخطر أنه أي حد يتعرض لوقع فيها نصب أو واحتيال أو يحس أو أن فيه شبهة نصب أو واحتيال لازم يبلج عنها محتاجين نكون أكثر مبادرة إيجابية مع المواقف أكثر مباحث الانترنت الحقيقة عاملة شغل رائع جدا نروح توجه في مباحث الانترنت في المدينة العباسية أو في أي محافظة ليه مكاتب فيه كل المحافظات بلغ عن الوقع متابعة أي وقعات صغيرة فوجة نظري هتبقى زي رادع مهم جدا لأي حد بيفكر ينصب على الناس تانية وإنت هتبدأ تتعرف وتفهم صحيح مين اللي بيبدأ يدي لحضرتك عروض شكلها إيجابية وشكلها طبيعي أو دي عروض كلها نصب وغير صحيحة غير صحيحة